ينضي المركز البحريني للحراك الدولي نحو تأدية الدور المجتمعي الواقع على عاتقه كغيره من المراكز الناشطة في مجال الخدمة المجتمعية يبدع مركز البحرين للحراك الدولي في تأدية الدور المنوط به على الوجه الأكمل من خلال تقديمه للعديد من البرامج الموجهة لمختلف شرائح المجتمع وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال المركز تأسس سنة 1979 الآن تقريبا 38 سنة نمشي فيها ويقدم خدمات كثيرة منها العلاج الطبيعي منها تعليم السياغ لذوي العاقب منها تعليم اللي هو من خلال راوضة زار الحراك منها تعليم الزراعة والاستزراع الأسماك والطيور وورش للتصليح الكراسي والاستشارات الفنية والتأهلية خدمات لا تقف عند الحد الرابط بمحيط الإعاقة بل تتعداه لأن تصل إلى توفير متنوع البيئات المحفزة للناشئة عبر إحلال جملة من الفعاليات التعليمية التي تسعى إلى إيصال رسالتها بقالب ترفيهي هنا عندنا روضة هو الأساس هو دمج الأطفال على الحراك مع الأطفال العاديين على أساس لما يروحون لمدارس يندمجون مع الأطفال العاديين فنعلمهم الحروف والأرقام نفس أي روضة ونعلمهم شون يعتمدون على نفسهم الأشكال الألوان يلونون نعلمهم الإنجليزي رياضيات يعني كل شيء كأي روضة عادية أسوي لهم عمل يدوي ما اسمه؟ الرسم يعني أحط لهم أفلام رسموا تحركة عشان ينمي قدراتهم العقلية ويستوعبون استغلال المساحات الأرضية في المركز أمر تضح جليا من خلال التوجه نحو زراعة مختلف أشجار الخضروات والفواكه ناهيك عن ركن خصصة لتربية الطيور الداجنة واستزراع الأسماك فضلا عن تربية الحيوانات الأليفة التي يستفادوا منها خدمات متعددة يسعى إلى تقديمها المركز البحريني للحراك الدولي كخدمة التوصيل من وإلى المركز إلى جانب تأهيل ذو الإعاقة كحيز يوليه المركز اهتماما ملحوظا لتلفزيون البحرين محمد رشادات